وقع سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات والسيد محمد خليل الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحرين عقد رعاية فضية لمعرض البحرين الدولي للطيران المزمع عقده برعاية ملكية سامية في قاعدة الصخيرة الجوية خلال الفترة من الثالث عشر إلى الخامس عشر من نوفمبر المقبل وبهذه المناسبة أشاد وزير المواصلات والاتصالات بالجهود الحثيثة التي تبدلها شركة باس في الارتقاء بجودة خدماتها وتطوير قدراتها مما جعلها شريكا أساسيا وموثوقا به في توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم لإنجاح مختلف الفعاليات الدولية التي تستضيفها المملكة من جانبها قد الرئيس التنفيذي لشركة باس الالتزام الراسخ بدعم قطاع الطيران في المملكة وتعزيز مكانة البحرين كوجهة رائدة في هذا المجال مؤكدا أسعي الدائم لتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة لعملاء المعرض مما يضمن نجاح مثل هذا الحدث الهام ويعزز مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي وبموجب هذه الاتفاقية ستكون الشركة المزود المعتمد للخدمات الأرضية وفقا لمعايير تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويتهذا التعاون في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على بناء الشراكات مع المؤسسات البحرينية الرائدة في قطاع الطيران وغيره من القطاعات الحيوية ترجمة نانسي قنقر